تنديد الحكومة ورفضها للدور الإماراتي الدائم للفوضى والتمرد في اليمن يتواصل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية حيث لا تكاد الحكومة تترك محفلا أو منبرا أو مناسبة إلا وتتحدث فيه عن القضية اليمنية وخطورة الدور الإماراتي المبدد لكيانها والمهدد لأمن واستقرار ووحدة اليمن على الأرض تواصل الإمارات دعم قوات المجلس الانتقالي التي تفرض سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحيطة بها وتواصل ملاحقة واقتحام منازل المدنيين والقيادات الأمنية والعسكرية وكل الأصوات المناوئة للدور الإماراتي وتواصل أيضا فرض قبضتها العسكرية والأمنية لكنها تتنصل عن الالتزام بتلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين كسلطة أمر واقع بعد أن أزاحت الحكومة من عدن بمساعدة من مقاتلات التحالف في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية طالبت الحكومة الجامعة العربية بالوقوف بشكل جدي وشفاف أمام دعم الإمارات لتمرد المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة في عدن وأكد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي أن ما حدث في عدن من تمرد وقصف جوي إماراتي على قوات الجيش يعد خروجاً عن القانون وأهداف التحالف بالتزامن مع ذلك تجري السعودية والإمارات ضغوطاً على الحكومة اليمنية لإجبارها على الحوار مع الانتقالي المدعوم من الإمارات ضغوط ومحاولات إماراتية سعودية لكسر موقف الشرعية المتشدد والرافض لدور الإمارات ولمنع تدويل قضية انقلاب عدن لكن هذه الضغوط لن تجدي نفعاً بحسب الحكومة إلا بعودة الأوضاع في عدن إلى ما قبل العاشر من أغسطس تصاعد الضغوطات الإماراتية السعودية على الحكومة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأيام في السادس عشر من سبتمبر الجاري يرى مراقبون أنها محاولات لإسكاة صوت الشرعية اليمنية ومنع تعرية الدور الإماراتي أمام العالم الصوت الذي قد يترتب عليه قرارات تقسم ظهر التحالف السعودي الإماراتي في اليمن